كلام كثير يدور في مواقع التواصل الاجتماعي عن أنه إحنا مقبلين على أطول شتاء وأبرد شتاء وأبكر شتاء أنه بيجي في وقت مبكر إصحة هذه الأشياء فيما يتعلق بطقس السعودية القادم؟ كما تفضلت، إن شاء التواصل الاجتماعي بدأت تعج وتضج وتعج بمثل هذه الأطروحات في هذا الوقت المبكر من الموسم والحقيقة أن هذه المعلومات تستقى من مخرجات النماذج المناخية الهالمية وهي سوبركمبيوتر من أعظم الكمبيوترات في العالم موجودة عند بعض الدول المتقدمة، المخرجات متاحة وأحياناً مدفوعة في الإنترنت يطلع المهتمون والمختصون والعواة على هذه النتائج ومن ثم يبشر المجتمع حول الموسم القادم وهذه أزعمنا آلية تؤثر على المبشر والسامع أيضاً إذ أن التنبؤات طويلة للأمد لمدة شهر أو شهرين أو موسم في الحقيقة لا نتكي عليها إذ أن التقى فيها أقل رقم من 200 وبالتالي أنتم تدفعون الرأي العام وتدفعون الجهات ذات الصلة إلى أن تأخذ هذه الموطيات على وجه الجد ومن ثم تقوم بأدوار معينة على أنه فعلاً سيأتينا برد شديد وعواصف تنجية كما ذكر البعض شمال المنطقة السعودية في الشتاء القادم وأمطار ربما تصل كما يذكر مركز الأرصاد إلى 60% فوق المعدل وإن كانت المترجات النماذج العالمية تقدم لنا هذه المعلومات ولكن هذه المعلومات تكون بين المختصين والمهتمين في جروبات المنتجات ولكن إذا سمحت لي دكتور إذا سمحت لي في كلام مهم وخطر أنت قلت في ثنايا حديثك أنت تقول أن هذه المعطيات حتى وإن كانت صادرة من مختصين أو من جهات أو غيرها أن معطياتها لا تمثل كمصداقية أو كواقع إلى 20% فقط؟ أو أقل لأن الفترة طويلة إذن ما الحل؟ الحل أن ننتظر ولا نخبر الناس ونبشر الناس أو نحسر الناس إلا خلال فترة بين ثلاثة إلى خمسة أيام لماذا؟ لأن مناخ المملكة العربية السعودية مناخ صحراوي مناخ صعب مناخ متذبب لا يمكن أن تقوم أجهزة الصوبركمبيوتر بالتنبو لفترات طويلة والتصطق والدليل على ذلك أحضر بالإكتثال جدا واضح الأحد الماضي كان هناك تعليق للدراسة في مكة والأحد الذي قبله كان هناك تعليق للدراسة لماذا؟ لأن التنبوات الجوية تقول أن هناك أنطار نهارية ستقع في منطقة مكة والذي حصل أن الشمس الصابعة من الشروق إلى الغروب لم تتشكل أي صحوب على الرغم أن التنبوات كانت في ضوء أقل من 20 ساعة ولم تصدق التنبوات أرأيت صعوبة الموقف؟ أرأيت كيف خسرنا من الوقت ومن نتائج قامة الدروس والفصول على وجهها الحقيقي بسبب تنبوات؟ أنا لا ألوم طبعا مركز الرصار بقدر ما أقول أن هذا العلم لم يكتمل ولم يكتمل لأن علم الأمطار عند الله سبحانه وتعالى وإنما نستأمس بالمخرجات ونكون حاضرين جدا عند التبشير أو التحذير والله أعلم